البيت يحتاج الى ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء يحتاج ان نقرأ صفحة من القرآن كل يوم كل يوم نقول مع بعض اسمعوا يا امهاتو يا ابا اسمعوا والله اسمعوا نجس مع بعض فكل واحد يقرأ صفحة من القرآن صفحة القرآن تحتاج دقيقتين على الساعة على الساعة دقيقتين ونقرأ حديث من حديث رسول الله افتح رياض الصالحين قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لساندها صدق رسول الله سكرنا الكتاب خلصنا صفحة قرآن وحديث ويحتاج إما استغفار أو صلاة رسول الله مئة مرة والله الذي لا إله غيره أن الله سيطرح البركة في المال والعيال والبيت والطعام والشراب طبقوا سيطرح الله البركة سنجد البركة في المال والعيال والبيت والطعام والشراب مصدر